موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث كما اعتدتم دائما أن نبدأ بتحليلي ونقاش آخر المستجدات السياسية وربما في آخر المطاف نتوقع سيناريوهات قد تكون محتملة في الأفق المنظور دعوني في البداية أرحب بضيفي في الستوديو لهذا اليوم الدكتور إيهاب بسيسو أستاذ الإعلام في جامعة بيرزي تحية أستاذها تحية لكم دكتور كالعادة نبدأ بجولة سريعة لأبرز العنوين ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش نتابع نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية فصحيفة الحياة الجديدة نقلت عن حديث للسيد الرئيس سنحصل على دولة يعترف بها العالم في أقرب فرصة ممكنة وإسرائيل تجهز لحملة إعلامية دولية ضخمة ضد الرئيس عباس أما صحيفة القدس مجلس الوزراء يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ويحذر من تصاعدها خلال موسم الزيتون دهس أربعة جنود في بيت لحم والجيش الإسرائيلي يشدد الخناق على غرب وجنوب المحافظة إلى صحيفة الأيام مجموعة يهودية متطرفة تقتحم الأقصى وتخط عبارات مسيئة للمسيح على بوابة الكنيسة وكذبت أيضا التلفزيون السوري يشن هجوما غير مسبوك على خالد مشعل ننتقد إلى الصحف العربية وبداية مع الدستور الأردنية مواجهة مع الاحتلال في الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي نبقى بالأردن ومع الغد الجبهة الديمقراطية تدعو الفصائل لتفعيل دورها الدعم للأسرة إلى صحيفة الخليج مقتل فلسطين وإصابة آخر في انهيار نفق حدودي أما الأهرام المصرية فكتبت أمريكا تهدد الفلسطينيين ماليا إذا تقدموا بطلب عضوية للأمم المتحدة نصل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومع الشرق الأوسط مذكرة أمريكية تحذر أوروبا من دعم طلب العضوية الفلسطيني في الجمعية العامة إلى صحيفة القدس العربي أزمة السفير الأردني الجديد في إسرائيل والده يؤيد سفره لإسرائيل والعشيرة وضعت مهلة وإسرائيل تأمل منه عدم الخضوع للضغوط ننتقل إلى أهم عنوين الصحف الصادرة في إسرائيل وصحيفة معرف بعد 45 عاما إطلاق أسماء على شوارع القدس الشرقية ومن صحيفة هارتس التي نقلت عن نيتنياهو باراك يحاول تعميق هلافي مع الولايات المتحدة إلى صحيفة يدعوت أحرانوت نيتنياهو يهدد بتبكير موعد الانتخابات في حيل فشل إقرار ميزانية العام المقبل وختام جولتنا بأهم عنوين الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري محادثات مع قادة أوروبيين بشأن العقوبات ضد إيران ومن نيويورك تايمز الجيش الأمريكي يدرس إمكانية شن هجمة انتقامية في ليبيا وأخيرا مع الغاردين البريطانية الرئيس الإيراني محمود أحمد ينجاد أزمة العملة الإيرانية هي حرب نفسية من الأعداء في الخارج أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع دكتور إيهابي بسيسو دكتور دعنا نبدأ بالحملة الإسرائيلية الشرسة التي تقودها ضد مساعي سيد الرئيس من ناحية وضد شخصه من لبرمن والتحريض ربما للتخلص منه وهناك مخوف من تهديده جسديا أو اغتياله سياسيا كما يقول بعض المراقبين في إسرائيل وفي الولايات المتحدة أيضا حملة موازية لدعم المساعد الإسرائيلية بقطع الطريق على مساندة أوروبية لتوجه الفلسطيني بالحصول على دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة أو في الجمعية العامة من ناحية أخرى تهديد أمريكي مباشر سواء باتجاه الأوروبيين لعدم دعم ذلك أو مباشر من الأمريكيين إلى الفلسطينيين بأننا سنقطع ماليا المساعدة عنكم وأيضا سنطرد البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير في الولايات المتحدة هذه كلها كيف يتصدى لها الشارع الفلسطيني من ناحية على المستوى الميداني أو على المستوى الشعبي وعلى المستوى القيادي أيضا الدعوات كافية فقط من قبل القيادة الفلسطينية أو من خلال العربي أيضا دعوة بانكيمون للتصدي للبرمن من ناحية أو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته هل نفتقر إلى آليات ضاغطة على هذا المستوى لحماية أنفسنا بالدرجة الأساس؟ يعني في البداية دعيني ناقش المسألة من زاوية الآليات التي طرحت لها باعتقادي أن الآليات أصبحت الآن موجودة في إطار الحراك الدبلوماسي الفلسطيني النشط والسياسة الخارجية الفلسطينية النشطة ليس فقط في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة ولكن أيضا في اتجاه الشرق وفي اتجاه آسيا وهذا ما يفسر حالة الحراك الدولي التي تحاول من خلالها قيدة منظمة التحرير أن تخلق رأيا عاما وأن تخلق تأييدا متعاطفا مع التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة الآليات يمكن ترجمتها إلى أكثر من وسيلة منها ما هو أن يكون إعلاميا ومنها ما هو سياسيا ومنها ما هو دبلوماسيا نحن الآن في خضم إذا كانت هذه الأزمة هي الأزمة الأكثر عمقا في السنوات الماضية إذن بحاجة إلى بلورة مبادرة سياسية فلسطينية قائمة على دعم هذا التوجه إلى الأمم المتحدة على الرغم من كل الصعوبات التي تواجه القيادة الفلسطينية وأهمها طبعا القطع الدعم المالي سواء من الولايات المتحدة أو أطراف أوروبية أو عربية لإخضاع سلطة الفلسطينية إلى ذلك هذا من جهة الآليات وهي بحاجة دائما إلى تعزيز وبشكل أساسي هي بحاجة إلى عملية تجديد في صيغة القرارات التي يجب أن يتتخذها القيادة الفلسطينية لسيما في الشهر ونصف القادمين تحدث الرئيس عن دولة فلسطينية معترف بها عالميا وبالتالي هناك حالة من شبه إجماع عالمي على دعم الموقف الفلسطيني لكن السؤال الأهم هو ماذا بعد ذلك قبل أن نذهب إلى ما بعد ذلك آليات هذه المبادرة الفلسطينية أو اعتمادها على دعم التوجه الفلسطيني ولكن من خلال ماذا هذه المبادرة ستقوم على أي ركائز حتى تنجح هل العرب يلعبون دور رئيسي فيها مثلا هل القاعدة الشعبية أيضا والحالة الداخلية يمكن الاعتماد عليها على هذا الصعيد حتى تسند التوجه الخارجي أيضا أصدقاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية كيف يمكن أن يلعبوا دورا في ذلك باعتقادي أن القيادة الفلسطينية بحاجة إلى خلق أجندة فلسطينية جديدة تتعامل مع المرحلة القادمة تتعامل تعتمد بشكل أساسي على الداخل الفلسطيني وأيضا بإنعكاسات ذلك إقليميا وعربيا من خلال الحراك السياسي النشط الذي لا يجب فقط أن يكون حكرا على العمل السياسي الرسمي ولكن أيضا على المجموعات والحركات الوطنية والشبابية والمجتمعية التي تدعم مثل ما قرر أما فكرة تهميش أضحى بهذا الاتجاه الداخل الفلسطيني على حساب أي تحرك سياسي لا يعتمد بشكل أساسي على هذا الخزان الاستراتيجي للموقف الفلسطيني باعتقادي سيعمل على عرقلة المشاريع الفلسطينية القادمة باتجاه القضية الفلسطينية والاعتراف بمعنى أن الرئيس محمود عباس أطلق باقة من التحذيرات في خطابه في الأمم المتحدة كان أبرزها باختصار أنه في ظل موجة الاستيطان الشرسة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية أو على الأقل تغضي الطرف عن هجوم المستوطنين ووصفهم بالمجموعات الإرهابية الصهيونية أيضا على صعيد آخر التضييق الاقتصادي والمالي الذي تمارسه طبعا إسرائيل هذا كله خلق حالة احتقان شعبي حاولت من خلال إسرائيل أن تفجر هذا الاحتقان الشعبي في وجه السلطة الفلسطينية أو في وجه منظمة التحذير لكن باعتقادي أن القضية الأبرز هي الشكل الاستراتيجي الذي يجب أن تذهب به الحراكات الشعبية الفلسطينية والوضع الفلسطيني برمته إذن نحن الآن أمام حالة ربما البعض ذهب إلى الحديث عن حالة انفجار قادمة بشكل أو بآخر في الداخل لتفادي حالة الانفجار الغير مبرمج كان الرئيس أبو مازين يتحدث عن تأكيد حق الشعب الفلسطيني في المقاومة السياسية السلمية والشعبية هذه ركيزة مهمة جدا تستفيد بشكل كبير من الدعم الأوروبي ليس بضرورة أن يكون الدعم الرسمي الأوروبي ولكن دعم مجموعات وجماعات وأحزاب أوروبية موجودة بمختلف الطيف السياسي الأوروبي التي تنظر بعين الاعتبار إلى أن حالة الاحتقان التي تحاول إسرائيل من خلالها شراء الوقت والاستفادة من فكرة الانتخابات القادمة ستنعكس سلبا نعم لكن لم تركز كثيرا كما استشعرت على الكتلة العربية والإسلامية على هذا الصعيد هل لأنه فقد الأمل في ذلك أم أنه أجنداتها وأولويتها الآن باتت مختلفة عما كانت أو يعني على الأقل على المستوى السياسي والإعلانة الوضع السياسي العربي في حالة مخاض طبعا بالاستناد إلى تجربة الثورات العربية والاحتجاجات العربية من تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى اليمن ولسيما الملف الأبرز هو الملف السوري الثورة السورية والأزمة السورية خلقت حالة من الاستفاف على الصعيد العربي نرى دولا بعينها مثل قطر والسعودية والإمارات تدعم بشكل أساسي توجه المعارضة السورية وذهبت الكثير من التحليل السياسية إلى دعمها لجماعات مسلحة ودعم سلاح وإلى آخره من جهة أخرى هناك دول تحاول أن تحافظ على حالة من التوازن ولعل أبرزها أيضا طبعا الحديث عن الدور المصري وموقف الجامعة العربية التي تحاول أن تبحث عن حل سياسي في ظل هذه الأزمة المتدحرجة تحديدا فيما يتعلق بالملف السوري والملف السوري طبعا هو الأكثر تعقيدا في صعيد الملفات العربية في الفترة السابقة العام ونصف يعني التي عصفت بها يعني بالضبط كونه يرتبط بملفات إقليمية بلغة التعقيد نحن نتحدث عن العلاقة السورية الإيرانية نتحدث عن العلاقة السورية اللبنانية بتفرعها من حزب الله نتحدث أيضا عن علاقة السورية الفلسطينية والتواجد الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية الموجودة في سوريا وبعض الفصائل الموجودة الفلسطينية الموجودة في سوريا نهيك عن العلاقات السورية التركية إذن هو المشهد الأكثر تعقيدا وليس غريبا أن يتم الحديث من مجهة النظر الروسية أن مفهوم بقاء النظام السوري من عدمه سيشكل خارطة الشرق الأوسط الجديد إنجاز التعبير إذن طبعا هناك دول عربية تحاول أن تضغط باتجاه أن يكون هناك موقف مغير للسلطة الفلسطينية أو لنظمة التحرير والذي انتهجته منذ بداية الأزمة الحياد الإيجابي وبالتالي هذا الموقف الذي تحاول من خلاله الضغط على منظمة التحرير له تبعيات بالتأكيد لها الأزمة المالية لها الموقف والعلاقة مع هذه الدول هل صحيح ما تردد مثلا مرة من المرات بأنه إذا ما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية بأنها تدعم المعارضة أو أن تدخل في لبي المطالب إسقاط بشار الأسد علنا وجهارة يمكن أن تتحسن أوضاعها المالية بناء على دفع هذه الدول الخليجية بالدرجة الأساس لاستحقاقاتها المالية إلى خزينة السلطة هل يمكن أن نقول بأن مساوامة من هذا النوع قد حصلت أو تجري من وراء الكواليس أنا باعتقادي أن فات الأوان على الحديث عن مساوامات سياسية من هذا النوع لأن الأزمة السورية دخلت الآن تدخل في عامها الثاني وبالتالي المواقف وحركات الاستفاف السياسية سواء كانت العربية والأقليمية قد تشكلت بالعكس أي تحول في خطاب الخطاب السياسي الفلسطيني سيشكل انتكاسة على الصعيد السياسي الخطاب الرسمي الفلسطيني كان واضحا بحيث أنه يدعم بشكل أساسي خيار الشعوب خيار الشعوب والحرية والكرامة لأشعوب ولكن كانت هناك حساسية باتجاه الحالة الفلسطينية الموجودة في سوريا والمتمثلة في وجود شعبنا في سوريا الآن النظام السوري بشكل أو بآخر أيضا يمارس عملية القتل ضد الفلسطيني وهو ما يستوجب وقفة بالآن فلسطينية بالتأكيد وهو ما يستوجب وقفة فلسطينية رسمية اتجاه هذه المجازر التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني كانت المنظمة التحرير وقيادة منظمة التحرير تحاول أن تنأى بنفسها عن الأزمة السورية كي لا يكون الفلسطينيون طرفا بكل ما في ذلك من تداعيات يعني هذا تعلم من تجارب سابقة يعني عبرت بها منظمة التحرير الفلسطينية لا تريد أن تقع في دوامتها مرة أخرى بالضبط وبالتالي إذن هذه الاستفافات السياسية وهذه الانعكاسات السياسية تحديدا لملف الأزمة أيضا العلاقة السياسية الفلسطينية والعلاقات العربية مع بعض الدول مثل قطر والسعودية تشهد نوع من أنواع الصعود والهبوط طبعا لطبيعة الملفات السياسية التي لها علاقة بالداخل الفلسطيني نعود إلى جدر السؤال إذن كيف يمكن الاستثمار بصعيد ضمن هذا الواقع الذي سرت وشرحت أنه أولويات مختلفة اهتمامات صارت يعني من كان على أول الجدول أصبح في آخره بعد هذه الظروف كيف يمكن أن يعني تستثمر ما يمكن استثمار القيادة الفلسطينية لدعم المبادرة الفلسطينية التي تحدثت عنها في بداية الحديث حتى يسند التوجه وتكون حائط صد لكل محاولات إسرائيل سواء التهديد بالاغتيال أو التهديد بإسقاط سواء شخص الرئيس أو القيادة الفلسطينية أو حتى استبدال يعني حتى تجرى الحديث مؤخرا بكل جهارة ووقاحة بأنه استبدال منظمة التحرير بغيرها يعني من هو جاهز وكأنه بالإشارة لحركة حماس أو لخصوم سياسيين آخرين لشخص السيد الرئيس أو لحركة فلح هل تعتقد بأنه هناك ما يمكن فعله ضمن كل المعطيات التي ذكرت؟ بالتأكيد نعود إلى الداخل الفلسطيني المفتاح هو الداخل الفلسطيني المفتاح هو الشعب الفلسطيني المتواجد في الضفة الغربية وقطع غزة والقدس هذا هو الداخل الفلسطيني الذي يشكل في المرحلة الحالية طبعا نحن لا نستثني أيضا شعبنا المتواجد في المخيمات وفي الخارج وأيضا في الثمانية وأربعين ولكن مفتاح المرحلة القادمة هو الشعب الفلسطيني المتواجد على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطع غزة والقدس الشرقية هذا الخزان البشري والاستراتيجي المهم جدا نحن بحاجة إلى إعادة بلورة المشروع الوطني بما يتلاءم مع حالة المتطلعات الفلسطينية أولا والمتطلبات الفلسطينية الشرعية والتهديدات المغضاة وأيضا بما أيضا ينسجم ويترجم بحالة الاحتقان الموجودة نحن بحاجة إلى هذه البرواء الالتفات إلى الداخل صياغة برنامج وطني شامل وجامع في الداخل الانفتاح على كافة أطياف السياسية الفلسطينية سواء كانت بما يتعلق بالفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية من أجل الخروج بخطة إنقاذ حقيقية تعتمد على الداخل هذه هي الخطوة الأولى ليست طبعا الخطوة النهانية طب اسمح لي هذه الخطوة الأولى تبدو كأنها الخطوة الأصعب في ظل الواقع الفلسطيني الحالي يعني يتحدث السيد الرئيس عن التصويت أو الحصول على دولة يعترف بها العالم في أقلب فرصة ممكنة هناك من قال شهر أو شهر ونصف وتزامن ذلك أو بعد ذلك مع الانتخابات الأمريكية بغض النظر ولكن ما تحدثت به عن خطوة أولى تحتاج إلى أكثر من ذلك من وقت ونحن الآن في عين العاصفة نحن أمام التهديدات مباشرة ويبدو بأن الفرصة القريبة في أقرب فرصة ممكنة كما قالها سيد الرئيس لتتعدى الشهرين أو الثلاثة هذه الخطوة أو خطوة المصالحة أو حتى القواسم مشتركة للتوجه السياسي لتجدها بين معظم الفصائل الفلسطينية أو توجدها بين معظم الفصائل الفلسطينية ليست بالأمر الهين نعم كيف سيمكن أو كيف يمكن استباق هذه الخطوة التي تحدثت عنها مع التوجه السياسي الدولي يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار الانتخابات الأمريكية وهي المحرك الأبرز سياسيا على المستوى الدولي نحن نتحدث عن انتخابات أمريكية ستبدأ في شهر نوفمبر القادم وبالتالي حتى تتم عملية الانتخابات وتنتهي إذن وبداية عمل الرئيس الأمريكي القادم في حال فوز أوباما أو غيره لن تبدأ قبل شهر واحد من العام 2013 نعم كانون الثاني من العام 2013 نحن الآن نتحدث عن تداعيات التصويت للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة والذي سيحدث خلال الفترة القريبة خلال الشهر والشهر ونصف القادمين ونتحدث عن بلورة من خلال الشهرين الذين يلين ذلك من خلال تتغير في الموقف الذي سيستوعب طبيعة التحديات القادمة دعيني أشير إلى نقطة لا يوجد مصلحة استراتيجية لا لدى الولايات المتحدة ولا لدى المجتمع الدولي متمثل بالاتحاد الأوروبي والدول الأسيوية حتى أن يتم انهيار السلطة الفلسطينية لأن انهيار السلطة الفلسطينية سيعود بعملية سياسية عشرات سنين إلى الوراء وسيساهم في عملية الاستقرار في المنطقة انهيار السلطة الفلسطينية أو حالة الانفجار في الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية أو في غزة أو في القدس لها تبعية سياسية الأكثر تأثيرا على المستوى الإقليمي وبالتالي في ظل عدم استقرار الوضع في سوريا في ظل التهديدات الإسرائيلية لإيران والاتهامات المتمادلة ما بين إيران وإسرائيل لن يكون هناك أي نوع من الاستقرار إذا منفجرت الأمور في الأراضي الفلسطينية إسرائيل تحاول أن تشتريك الوقت ربما المستفيد الوحيد في المرحلة القادمة من أي حالة فوضى هي الحكومة الإسرائيلية والتي تحاول أن تستثمر الفوضى يعني ميدانيا حتى في القدس المحتلة هذا يعني يجري تفعيله أو استثارته ولكن بشكل منظم إسرائيل تحاول أن تخلق حالة من الفوضى ولكن حالة من الفوضى التي تستطيع السيطرة عليها أي فوضى موجه ضد السلطة الفلسطينية يعني أنا أعود إلى أصل النقطة التي تحددت عنها مسألة أنه لا مصلحة استراتيجية لدى الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو غيرهم أو حتى إسرائيل في انهيار السلطة ولكن قد يكون لهم مصلحة خصوصا بعد ما لمسنا هذا التفاهم وإن كان البعض كان يتحدث عن انتهاء شهر العسل بين الإخوان المسلمين والولايات المتحدة ولكن وصلوا إلى صيغة يمكن البناء عليها ما بين الإخوان المسلمين والولايات المتحدة وهذا يعني الإسلام السيازي كله الذي خرج في المناطق أنه ممكن لا تكون انهيار السلطة ولكن إنما تغيير رموزها والمشرفين عليها يعني هل يمكن سلخ مثلا سلطة الوطنية عن منظمة التحرير أو سلخ قادة أو رموز هذا ما يتحدث عنه مثلا بكدور لبلغ من صراحة يعني نحن لا نخترع وحتى وإن كانت بفوضى يمكن السيطرة عليها وهذا ما نلمس وهل تتوقع ذلك ربما أشرت في البداية إلى التجربة التاريخية لقد حاولت الحكومة الإسرائيلية والحكومات الإسرائيلية منذ أربعين عاما إلى استحضار هذا النموذج بخلق بدائل لمنظمة التحرير سواء كانت بدائل محلية أو غيرها وبمحاولة أن تسلخ قيادات جديدة حتى عندما كان التوجه الفلسطيني إلى مدريد في عام 1991 رفضت كما تتذكرين رفضت الحكومة الإسرائيلية أن يكون هناك أعضاء من منظمة التحرير أعضاء في هذا الوفد وهي نوع من لسلخ الداخل عن الخارج ولتفتيت البنية الفلسطينية المعتمدة بشكل أساسي على الخارج والداخل ضمن إطار منظمة التحرير إذن بالتالي ما يتحدث عنه لبرمن أو غيره من القادة الإسرائيليين أو لحكومة الاحتلال ليس جديداً هم يحاولون تفتيت الخير الفلسطيني وتفتيت القيادة الفلسطينية فشلوا فيما سبق ولن أعتقد أن مهمتهم ستكون بهذا الشكل السهل فيما هو قادم يحاولون الاستفادة من خلق قيادات بديلة ربما على سعيد الاستفادة من الربيع العربي وخروج الحركات الإسلام السياسي والإخوان المسلمين وموجود حماس حماس التي تحاول أن تستثمر الواقع المتشكل والمتجدد عينها على السلطة وعينها أيضاً على المنظمة يعني هذا كمان لا يمكن أن لا تضعوا في الاعتبار هذا طبيعي ولكن هي تحاول أن تستفيد من هذه المتغيرات حركة حماس مجاتي تحاول أن تستفيد من هذه المتغيرات الموجودة إقليمياً وفي الداخل الفلسطيني إسرائيل تحاول كما ذكرت أن تحاول أن تخلق حالة من الفوضى في الأرض الفلسطينية هذه الحالة تكون منظمة إلى حد ما أو مسيطرة عليها تفتيت قيادات تغيير أوجه هما مرسوه من قبل مع الرئيس أبو عمار وحاولوا بشكل كبير أن يقلموا من أظافر منظمة التحرير تحاول بشكل أو بأخر إذا قبلت منظمة التحرير الفلسطينية سياسة تقليم الأظافر الإسرائيلية أو الأمريكية فهي تكون في منجة من العاصفة السياسية ولكن ما يحدث الآن هو رفض لسياسة تقليم الأظافر وهي الأظافر السياسية بالدرجة الأولى وليست الرئيس أبو مازل تحدث أنه لا أحد يريد أن يسقط كما ورد في خطابه لا أحد يريد أن يسقط الشرعية أو ينزع الشرعية ولكن أن يمنح الشرعية ولكن أن تمنح الشرعية للشعب الفلسطيني استثمار إسرائيل في هذا الاتجاه هو المغامرة لدى الحكومة الإسرائيلية وليس مغامرة لدى القيادة الفلسطينية أو للشعب الفلسطيني لأن الخيارات بالنسبة للشعب الفلسطيني واضحة بغض النظر عن الرموز السياسية طيب نعود إلى مسألة المصالح وترتيب البيت الداخلي والعودة أنها من شت شويل ولكن نرجع أحمد جميل عزم كتب مقالة بصحيفة الغد بعنوان عندما لا ترتب مصر حديقتها الخلفية فلسطينيا كانت تعويل على جمهورية مصر العربية أن تعيد المياه إلى نهر ملف المصالحة الفلسطينية بعد حالة جمود وبعد استعصاء واضح من قبل حركة حماس في ملف مثلا تحديث السجل الانتخابي وعمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة والتذرع بقضايا الاعتقال السياسي وهذا لم ينتهي ولم ينتهي بحسب ما يمكن قراءته سواء في قطاع غزة اللي أخيرها كان اعتقال الناطق باسم حركة فتح فيزة بوعيطان مثلا نعم دكتور أحمد جميل عزم يعني يشرح من خلال ورقة عن اقتصاد الأنفاق وإعادة التنمية تحت حماس قدمها نيكولاس بيلهم مراسل مجلة الإيكونوميست يتحدث ويشرح أنه كيف الآن مصر وكيف الآن حركة حماس أو مصر تتعامل مع قطاع غزة بحذر شديد وكأنها تمشي بين الغام أنه ما بين شرعنة أنفاق غير شرعية وما بين فتح المجال التجاري مع قطاع غزة التي هي غير شرعية أيضا في منظور يعني كيف ستكون علاقة مصر بما هو غير شرعي على الصعيدين سواء على صعيد الأنفاق أو على صعيد حركة أو سلطة حركة حماس في قطاع غزة يقترح في أخير مقالته بأنه كل مخاطر ما يجري في قطاع غزة وحالة الثورة وحالة الاحتجاج الكبير الذي صار مؤخرا ضد حركة الإخوان من مسألة تدمير الأنفاق من قبل حركة حماس يقول كل هذا يعني بالضرورة تسوية أمر غزة يقترح مقترحا أعتقد أنه يستحق النظر يقول يجب لدور المتوقع من مصر لفرض النظام في ساحتها الخلفية على أسس قد يكون منها استضافة مؤتمر فلسطيني بحضور إقليمه سعودي أردني وقطري وجامعة الدول العربية مثلا لفرض تسوية نهائية بين الفلسطينيين تبرم كليا قبل انفضات الجامعة تتشكل بمجابها حكومة جديدة ويحدد موعد الانتخابات وإصلاح منظمة التحرير أو أيئي الآليات عمل أخرى ويوضع خطة تحرك تولية للقضية الفلسطينية وكل هذا بضمانة ومتابعة الأطراف الحاضرة وهذا ما كان ناقصا بالمناسبة ويتم من من ضمن ذلك تسوية وضع غزة وفق تصور متفق عليه ينهي الحصار والمعاناة ويعزي صمودة واستقلال عن الاحتلال أنذاك سترتب فقط مصر شأنها الداخلي والوطني وتحفظ أمنها القومي وتؤكد مكانتها الإقليمية ما رأيك بما يقول الدكتور أحمد جميل عزم؟ يعني من حيث التوصيف العام الذي ذكره الدكتور أحمد عزم فأنا أتفك معه تماما فيما يذهب إليه من خطورة الوضع السياسي الموجود في قطاع غزة وانعكاس ذلك على سياسة الأمن القومي المصرية وهو طرح مهم جدا للنظر إليه وسبق أن تحدث عنه الكثيرون من خطورة الوضع في الأزمة الموجودة سياسيا في غزة بعنوانها الاقتصادي وعنوانها السياسي بشكل عام لكن السؤال الذي ربما نود هي مهمة ليست سهلة فكرة أن يكون هناك مؤتمرا جامعا تدعو له مصر لكافة الأطراف الفلسطينية والعربية هي ليست بالأمر السهل هل ستوافق قطر على سبيل المثال على ذلك وهي التي افتتحت مكتبا للتمثيل في قطاع غزة مؤخرا وبالتالي طبعا متحججة بذلك الحكومة القطرية بأنه مكتب لمراقبة المساعدات التي تود من خلالها قطر وليعادة الإعمار أليس هناك عنوين سياسية لفتح مثلما مكتب وبالتالي هذه العنوين السياسية تصب مباشرة في خانة المصالحة والملف الفلسطيني إذن السؤال بكل صراحة نسأله ماذا تريد قطر من الملف الفلسطيني وما هي استراتيجيات قطر فيما يتعلق بأشياء الفلسطيني وهل هذا يأتي في إطار الحديث عن السياسة العربية التي ذكرناها سابقا فيما يتعلق بالملف السوري يعني أنت تعتقد بأنه مثل طرح من هذا النوع لا يمكن فيه استثناء قطر بلا شك لا يمكن استثناء قطر ودكتور عزم ودكتور أحمد عزم هو مصيب في ذلك حماس بخروجها من المحور الذي اصطلح على تسمية محور الممانعة المحور السوري الإيراني وعودتها إلى المحور الحاضنة لأم حركات الإسلام السياسي الموجودة الإخوان المسلمين تحديدا إذن هي تمشي عبر قوس من حركات الإسلام السياسية يمتد من أنقرة مرورا بالقاهرة وانتهاءا بالدوحة وبالتالي هذا القوس الذي يشكل هذه لا ممكن كمان توصل للتونس بلا شك بلا شك ولكن التجربة التونسية وتجربة حزب النهضة هي تجربة إلى حد ما مغايرة في هذا الموضوع ولكن إذا نظرنا إلى هذا القوس الذي تحاول حماس أن تستفيد منه نرى أنه يمكن أن يمارس نوعا من الضغط الفكرة الآن كيف يمكن أن يكون هناك تقاربا كي يؤثر على الموقف الحماس تقاربا قطريا مصريا تركيا بما ينعكس على موقف حركة حماس اتجاه ملف المصالحة نحن نعلم أن بدايات أزمة من خلال وسائل الإعلام وما حدث فيها الأيام الأسبوع الماضية هناك بدايات أزمة حقيقية بدأت تظهر جلية على السطح بين تيارات حماس بين تيارات حماس من جهة وبين حماس بشكل عام والحكومة المصرية وبالتالي هذا ربما أننا لمسناها على صعيد الخارج تيار الخارج أكثر من تيار الداخل وإن كانت داعبة تيار الداخل أو تيار قطاع غزة بوعود قبل الانتخابات لم تنفذها حتى الآن بزعم حركة حماس مثلا منها منطقة التجارة الحرة التي توقفت عندها الوعود المصرية أو حتى هدم الأنفاق رغم الإغراءات منطقة التجارة الحرة رغم الإغراءات التي حاول الكثيرون أن يروجوا أنها تحاول أن تعود بالنفع على الاقتصاد المصري ولكن هذه الأزمة التي أشرت إليها إذا نظرنا إليها بعين الاعتبار تحاول الحكومة المصرية بشكل أو بآخر أن لا تظهر إلى السطح يعني أن تحاول احتواءها لكن أن تسير مثلا مجموعة للتظاهر ضد قرار هدم الأنفاق أو ضد الحصار وكأنه نحن نحاول أن نحرف الاتجاه وليس من يقوم بالحصار هو الاحتلال الإسرائيلي ولكن كأن الموقف المصري ما زال لم يتغير وهو بالتالي يشكل إحراج للحكومة المصرية ولي حكومة السيد محمد يورسي ولي حركة الإخوان طبعا إذن هذه نقطة مهمة بلغة الأهل ولكن بالأصل وجود عريف إذا صح التعبير عريف صف مراقب يعني زي لما بأي طلبة بأي مدرسة مش الأستاذ بحط عريف حتى أنه يضبط أمور الصف أو أنه يحلوا المسائل وضغط النظر هذا كنا نفتقده في جلسات الحوار السابقة بين فتح وحماس حتى عندما قيل بأن جامعة الدول العربية ستعلن أو الأمين العام لجامعة الدول العربية سيعلن من المعطل لملف المصالحة حصل ذلك ولكن لم يثر يعني صخبا فعليا أو لم يؤثر فعليا على سير أمور العرقلة إن صح التعبير لهذا الملف هل مصر في وارد أن تقوم بهذا الدور يعني بعيدا عن ما تفضلت به مسألة الطوق وخلافات يجرح احتواءها أصلا بين حماس وحركة الإخوان هل مصر لديها الإرادة وإن كانت القدرة يعني عليها علامة سؤال في مسألة المحاور هل الإرادة موجودة في وقت نحن الشارع الفلسطيني لم نلمس ذلك دعيني أشير إلى نقطة فيما يتعلق بأسياسة المصرية مصر دولة مؤسسات وبالتالي السياسة الخارجية المصرية لها محددات فيما لها علاقة بالمصلحة المصرية العلية والأمن القومي المصري لا تتبدل هذه بشكل أو بآخر برحيل برحيل رئيس وقدوم رئيس جديد لأن المؤسسات تعمل وفق هذا المنطق الآن المواجهة أو التحدي الذي موجود أمام حكومة الرئيس محمد مرسي ما بعد الثورة هو كيفية التعامل ما يفرق عن الرئيس السابق والرئيس الحالي هو إدارة الأزمة وإدارة الصراع وهذا هو الاختلاف الجوهري الآن الحكومة المصرية الحالية أمام تحدي سياسي بالدرجة الأولى يمس السياسة المصرية والأمن القومي المصري بما له من تفرعات على الوضع في سيناء وشاهد ما حدثت في سيناء كيف يمكن لمصر حل هذا الملف نحن نعلم منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حسني موارك كان الملف الفلسطيني برمته في المخابرات المصرية ولم يكن في يد الخارجية المصرية وهذا ما يدلل على الطابع الأمني الذي كانت تنظر مصر مبارك في ذلك الوقت للملف الفلسطيني الآن نحن أمام حراك سياسي مصر يجب عليها أن تمارس هذه السياسة وها هي تمارسها فكرة الحديث عن منطقة التجارة الحرة بلا شك منطقة التجارة الحرة بين غزة ومصر لا يمكن أن تخدم المصلحة الفلسطينية في ظل وجود الانقسام لأن هذا سيعزز من اتجاه غزة جنوبا في ظل وجود الاحتلال أيضا يعزز من اتجاه غزة جنوبا باتجاه مصر وهو ما يريده الاحتلال بيننا عن حل التلات دول التي يحدث عنها إسرائيليون كثيرون إذن الحاجة فعلا إلى دور فعل لمصر قد يكون اقتراح الدكتور أحمد عزم بمؤتمر جامع إقليمي يعيد هذا الاعتبار هي خطوة أولى ولكن مصر بحاجة إلى أدوات سياسية وبحاجة إلى أدوات إعلامية وبحاجة إلى أدوات اقتصادية كي تستعيد هذه المكانة المفقودة منذ سنوات وتستطيع أن تؤثر يجب أن نفرق ما بين المصلحة المصرية الفلسطينية بعنوينها العريضة والمصلحة الخاصة للإخوان المسلمين وحركة حماس على حساب المشروع الوطني العام سواء في فلسطين أو مصر هذا ما سأنقله يوم غد سيكون ضيفي سعادة السفير المصري في الأراضي الفلسطينية في رمالله السيد ياسر عثمان سنتحدث بجميع هذه الطروح لنستفسر لأن هذه كانت قضية الأسبوع وانتزامنت وإياها قضية التوجه إلى الأمم المتحدة ولكن تبقى هذه السكينة التي تضع في الخاصرة الفلسطينية المطعونة في الخاصرة الفلسطينية لنرى ما هو التوجه المصري تجاه هل البقاء أو التعامل على مسافة واحدة من الطرفين هو صح أو أنه يجب الالتفات إلى ما هو شرعي وما هو غير شرعي وعودة الشرعيات إلى أصولها وبالتالي تحريك المسألة من على هذا الأساس أنا للأسف دارك أني وقتربت الشرعيات بالانتخابات صحيح دكتور إيهابيب سيسو أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت شكري الجزيل لك شكرا لكم شاهدين الكرام حتى ألقاكم يوم غد كما تحدث سيكون ضيفي سعدة السفير المصري في الأراضي الفلسطينية السيد ياسر عثمان للحديث حول كل هذه التفاصيل التي وردت معنا لهذا اليوم هذه تحياتي وتحية طاقم العمل تفضلوا إلى الزاوية الكاريكاترية التي نختارها دائما لكم من الصعف المحلية والعربية دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر